وللحديث عن ذكرى الاحتلال وتداعياته المستمرة معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي الألساح حسين سبعاوي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بكم حياكم الله في ضوء هذا الحصاد الكبير من الفشل في العراق الجديد على كل المستويات أين يمضي المشروع السياسي الذي خرج من رحم الغزو الأمريكي يعني أنا أعتقد يعني لابد أنه نركز بداية على أنه يوم تسعة أربعة كان يوما حزينا ويوما أسودا على العراقيين بكى فيه الأحرار وقتل فيه الأبطال وقد فرح فيه الخوانة عندما رأوا علوج الأمريكان وهم يتجولون في بغداد عاصمة الرشيد أما عودة إلى السؤال في ضوء الحصاد الذي يعني في المشروع السياسي فشل المشروع السياسي في العراق أنا أعتقد أن المشكلة نعم هناك فشل ولكن المشكلة في الفشل أنه لا يقبل الإصلاح المشروع السياسي منذ بدايته الفشل واضح فيه المشكلة فيه أنه لا يقبل الإصلاح ولهذا السبب في كل يوم هو مزيد من الفشل مزيد من الدمار مزيد من الفساد وهذا هو أسوأ ما في المشروع السياسي أنه لا يقبل الإصلاح لا يقبل التعديل لا يقبل أن يعالج مشاكله وخصوصا الداخلية لهذا السبب منذ يوم 2003 وإلى الآن نحن في مزيد من الدمار مزيد من الخسائر مزيد من الفشل مليون قتيل وآلاف المغفين قصرا بحسب الإحصائيات ألا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذا العدد من الضحايا؟ هو هناك غلط طرف دولي وغلط طرف من قبل المؤسسات الدولية لما يجري في العراق خصوصا وما يجري على المسلمين عموما هناك شبه تعطيل للمحاكم الدولية للمؤسسات الدولية القانونية القضائية حقوق الإنسان جميع هذه المؤسسات بدأت تغضى الطرف على ما يجري في العراق وفي بقية الدول الإسلامية هذه الازدواجية في التعامل مع قضايانا وعلى العكس مع قضاياهم بالتأكيد سيكرون هم المسؤولين والمسؤولين الأول والمسؤول الأول عن ما يجري وعن هؤلاء المليوني قتيل بعد 16 عاما وجدنا العراق مدمرا هل فعلا كانت نوايا الولايات المتحدة الأمريكية صادقة عندما قالت أنها أتت لنشر الديمقراطية في العراق؟ لا يمكن أن تصدق الولايات المتحدة بجميع تصريحاتها وهي من أكبر الكذبات الأمريكية أنها جاءت بالديمقراطية للعراق المشروع الأمريكي في العراق هو تدمير أكبر دولة عربية في المشرق العربي لتسهيل المشروع الإيراني وإدخاله إلى المنطقة العربية وخدمة للكيان الصهيوني اليوم بعدما تتكلم عن العالم العربي هناك دولتين في المشرق العراق وفي المغرب وفي أفريقيا ومصر عندما تدمر تلك الدولتين فمعناها أنت أنهيت العالم العربي لأن بقية الدول تعتبر قياسا للعراق ومصر هي دول ثانوية لأن العراق يعتبر من الدول الأساسية والركن الرئيس في منطقة الشرق الأوسط طيب إذن لماذا هناك إصرار داخلي وإقليمي ودولي على مواصلة ذات السياسات خاطئة التي جاء بها الاحتلال والتي أثبتت أنها السبب في تدمير العراق وفشله كما نراه اليوم السبب الرئيس أنه هناك سياسة دولية تعتمد على القطبة الواحد يعني اليوم غياب القطبية وغياب التوازن الدولي جعل مولايات المتحدة تكون هي المسؤولة الأول عن إدارة سياسات الدولية وعن الأمن الدولي وعن السلم العالمي وقد فشلت في ذلك اليوم مشكلة العراقيين أنه حتى أوروبا وروسيا وبقية الدول لا تتدخل بالعراق لأنه مشكلتهم أنه الولايات المتحدة هي من احتل العراق وتعتبر الولايات المتحدة الدولة رقم واحد وخصوصا بعد عام 1991 وإنهاء حلف فارشو أصبحت هي الدولة الوحيدة وهي القطبة الواحد وهذه من سيئات من مساوئ القطبة الواحد وغياب التوازن الدولي جعل ما يجري في العراق تغضى بقية الدول الطرف عنه أين المشكلة في العراق ما بعد عام 2003 هل المشكلة في المشروع السياسي أم في السياسين الذين ينفذون ذلك المشروع أم هناك تحديات إن كانت داخلية وإقليمية أو دولية تعترد طريق هذا المشروع يعني كلاهما مشكلة المشروع السياسي الذي لا يقبل بالإصلاح ولا يقبل بالتغيير واعتمد على الطائفية والعرقية واعتمد على تغول بعض الأطراف على الأطراف الأخرى اعتمد على أسس طائفية هذا كل هذا واحد من أسس المشكلة والمشكلة الأخرى أيضا نعم التحديات الإقليمية والداخلية نتيجة هذا الخطأ الكبير أصبح هناك مظلومية كبيرة داخل العراق على مكون وخصوص المكون السني ولهذا سبب تعرض هذا المكون إلى التهميش والإقصاء والاعتقال والشيطة أصبحت مشكلة التدخل الإقليمي يعني التدخل الإقليمي الإيراني واضح جدا وهيمنته على العراق فهي المشكلة مزدوجة كلاهما مشكلة وكلاهما يعني أحدهما يكمل الآخر في المشكلة في العراق كل الذين شاركوا في الغزو الغاشم للعراق عام 2003 عبروا عن ندمهم الشديد والإقرار بخطأ الغزو وآخرهم الرئيس أمريكي الحالي دونالد ترامب هل هناك أي أثار قانونية أو سياسية تترتب وراء هذا الاعتراف؟ لا يعني الندم لا يعفي من الجناية الجنايات لا يعفي عنها الندم المهم أننا نريد العراقيين الذين فرحوا بالاحتلال أن يندمون اليوم الولايات المتحدة هي عدو وعدو استراتيجي للعراق لكن ما نريده أنه العراقيين الذين فرحوا بالاحتلال عليهم أن يندموا لنبدأ مشروعاً وطنياً ننقذ العراق مما هو فيه الآن من فساد ودمار للبنية التحتية ودمار للمجتمع العراقي غيابة تنمية البشرية نفسه اليوم الشخص العراقي هو مدمر قبل البنية التحتية فنحتاج من بعض العراقين الذين فرحوا بهذا الاحتلال أن يندموا لكي نبني مشروعاً وطنياً ننهض به العراق ونخلص مما هو فيه الآن تزامناً مع ذكرى السادسة عشر للاحتلال قال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري أن الاحتلال شرعنا وجوده وسيطرة الميليشيات على العراق إلى أي مدى عكس الاحتلال على مفهوم الدولة العراقية وتسبب في غياب مؤسساتها؟ والاحتلال لم يعتمد على بناء الدولة بل جعل المفهوم اللا دولة هو الموجود في العراق اليوم غياب المؤسسات وخصوصاً المؤسسات الأمنية من المهنية والكفاءة والتدريب وذات المشروع الوطني هذا معناها اعتماد مفهوم اللا دولة في العراق حين الصواب كان كلام الدكتور مثنى حارث الضاري في هذا التوصيف لأنه اليوم إذا لا توجد قوات أمنية مهنية تعتمد على الكفاءة والمهنية وتدير قوى سياسية تعتمد المواطنة في مبدأ المواطنة في إدارة الدولة سنبقى في دوامة سواء دوامة أمنية أو دوامة سياسية إضافة للفساد الاقتصادي والإداري مما يترتب من هذه الميليشيات التي عاجزة عن إدارة الدولة كذلك أكد الدكتور مثنى الضاري أن الاحتلال الأمريكي البريطاني دعم السيطرة الإيرانية على مقاليد الأمور في العراق السؤال هنا هل كان احتلال العراق يهدف بالأساس لتمكين إيران منه أم أن إيران استثمر ذلك لمصلحتها؟ يعني إيران دولة برغماتية ولكن أنا أعتقد وأكرر هذا الكلام أنه هناك تحالفا ستراتيجيا تحالف ستراتيجي ما بين أمريكا وإيران على العراق وقد صرح بذلك المسؤولين الإيرانيين بأنه لو لا نحن لما استطاعت الولايات المتحدة السيطرة على العراق وهذا تصريح أكبر المسؤولين في إيران بمعنى هذا تحالف ستراتيجي أما ما يجري من بعض الخلافات فأعتقد أن لا تتعوز الخلافات التكتيكية ما بين إيران والولايات المتحدة بمعنى أنه احتلال العراق هو بداية فتح المشروع الإيراني على العالم العربي وقد رأينا بعد عام 2003 وشاهدنا بأمعينة كيف بدأت الدول تتساقط والعواصم وحدة الأخرى بعد بغداد اليوم المتغير في ما يخص العراق ما يقوله أساس الأمريكيون على رأسهم دونالد ترامب بأنهم سيقلمون أظافر إيران عفوا في بغداد هل أمريكا صادقة في ذلك الأمر أم لا؟ على أرض الواقع أمريكا لن تصدق يوما من الأيام مع العراق وأعطيك أمثلة على ذلك اعتبرت الولايات المتحدة بعض المنظمات إرهابية وما زالت تتعامل معها مثل منظمة البككي منظمة إرهابية بقية المنظمات الأخرى التي تدعمها الولايات المتحدة هي مصنفة إرهابية وهي تتعامل معها لهذا السبب لن تتعامل الولايات المتحدة مع الحرس التوري العراقي كما تعاملت مع داعش أو مع المنظمات القاعدة وغيرها أبداً لن تتعامل معه وإنما هذا فقط لذر الرماد في العيون وإشغال العالم العربي وذهاب إلى مزيد من التطبيع مع الكيان الصهيوني ويبقى هو الخاسر العالم العربي في مثل هذه البيانات التي لا تساوي فقط الحبر الذي كتبت فيه الولايات المتحدة غير جادة في تقليم أضافر إيران بل غير جادة في إسقاط فقط النظام وليس احتلالي أعتقد إيران أس المشكلة والكيان الصهيوني نعم أس المشكلة ولكن إيران مدعومة علناً من الولايات المتحدة وما كانت لتتمدد في هذه الدول لو لا الرضا الأمريكي عليها الكاتب والباحث السياسي للساحة السابعة وكنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول شكراً جزيلاً لك